ترجمة نانسي قنقر الرميتان إلى مواصلة العمل بناء على منظور استشرافي حكومي مبني على الابتكار والتمييز جاء ذلك خلال حضوره لحفل تكريم الفائزين بجاهزة التمييز الحكومي العربي الدورة الأولى الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بيبا وأوضحها المطوى أن جائزة التمييز الحكومي العربي تعكس الحراكة المؤسسية والرؤية العربية الحكومية التي استطاعت أن ترسم مسارا واضحا للصعود بالعمل الإداري في بلداننا العربية إلى سلم التنفسية العالمية عبر توظيف الابتكار والابداع كسمات أساسية للعمل المؤسسي والخروج بستراتيجيات وآليات ومشاريع تواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية وتسهم في استشراف مستقبل واعد لمجتمعاتنا العربية وأشار سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا إلى أن جائزة التمييز الحكومي العربي هي تكريم عربي بروح التمييز والإبداع للقيادات والجهات الحكومية الفاعلة التي تميزت في خدمة المواطنين وأن الطموح الإداري اليوم يرتكز على تقديم خدمات حكومية ترتقي لمستوى التطلعات وتواكب الرؤى العربية الموحدة في جعل القطاع العام قطاعا قادرا على التمييز في خدمة المواطنين إنجازات حكومية حققتها مملكة البحرين إثر موكبة أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي حيث فازت المملكة بخمس جوائز ضمن جائزة التمييز الحكومي العربي التي تقيمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدة مملكة البحرين استمرارها في دفع عجالة التنمية والتطوير في شتى المجالات اليوم نحتفل بفوز عدد من الجهات التي حصلت على هذه الجائزة في مملكة البحرين في دورتها الأولى الحقيقة أن هذه جائزة مهمة جدا لأنها تعزز مسيرة التمييز الحكومي في الوطن العربي وحصول عدد كبير من الجهات العربية على هذه الجائزة إنما إن شاء الله يعطينا أمل بتعزيز هذه الثقافة واليوم نحتفل في مملكة البحرين بفوز عدد كبير من الجهات خمس جهات هي حقيقة أكثر دولة حصلت على هذه الجائزة حصدت خمس جوائز وهذه صراحة إنجاز كبير لمملكة البحرين العزيزة وإنما تدل على أن هناك اهتمام كبير بتطوير أداء الجهاز الحكومي ولتحقيق أفضل نوعية من الخدمة الحكومية انطلقت هذه الجائزة لتبرز الشراكة الحكومية المعززة لقدرات المؤسسات على الاستمرار في التطوير والتحسين في الأداء للوصول إلى المواقع الريادية المنظومة التواصل التي يطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس الوزراء السمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة دليل على أهمية القيادة وسموه واهتمامه المباشر بتلقي ملاحظات واقتراحات وشكاوى المواطنين متابعتها لتطوير العمل الحكومي وهذه المنظومة فازت بالعديد من الجواز المحلية الجواز الإقليمية العالمية حصلت على كثير من الإشادة مختلف الوسائل الإعلامية العالمية لما حققت لمملكة البحرين من التطور في العمل الحكومي ومعالجة أي نواقص وتطوير أداء الحكومي جائزة التمييز الحكومي العربي شهدت خمسة آلاف مشاركة عربية وأكثر من ألف وخمسمائة طلب ترشيح تم استقبالها منذ إطلاق الجائزة التي تشمل خمسة عشر فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية التي تغطي كافة جوانب العمل الحكومي تهدف هذه الجائزة إلى نشر ثقافة التمييز المؤسسي بين الفرق الحكومية في الدول العربية مسهمة في إنتاج فكر قيادي إيجابي يعزز من التمييز والإبداع شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين